ذكرت مصادر متطابقة بأن ميليشيات الحوثي تهربت من التوقيع على اتفاق إطاري لإجراء صيانة الخزان العائم صافر خلال اجتماع عقد افتراضيا بدعوة أن الجانب الأممي لم يستوعب ما قدمته الميليشيات الموالية لإيران من ملاحظات وأكدت المصادر أن الاجتماع الذي ضم فريق الحوثيين من جهة ومكتب المبعوث الأممي وفريق المنظمة الدولية لخدمات المشاريع من جهة أخرى لم يسفر عن توقيع الاتفاق كما كان مقررا له ومن شان العراقي للحوثية الجديدة ضمان أجندة الابتزاز أن تزيد من مخاطر تداعي النقلة النفطية صافر لتتسبب في أسوأ كارثة بيئية تعصف باليمن والدول المشاطئة في البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر